اخضعوا الحق امخعوا الحق يا إخواني ونأتي الآن لماذا ثار الحسين ما الذي أخرج أبع عبيد الله هل كانت نزوة هل كانت فلتة هكذا أبدا يا إخواني الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان قال إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالمة ولا مفسدة وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لطلب الإصلاح أريد آمرا يعني أريد عن آمرا أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين هذا هو الحسين هذا هو الحسين رأى عمر الأمة قد فسد رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة رأى المعروف لا يتأمر به والمنكر لا يتناهى عنه كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف قال أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وإلا خسيس عيش كالمرع الوبيل ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمى تبا لهذه الحياة يقول تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين كل خلفاء بني أمية بدءا من معاوية وانتهاءا بالحمار المعروف بالحمار مروان بن محمد الحمار أيها الإخوة باستثناء الراشد بن عبد العزيز رضوان الله عليه كلهم نواصب كلهم أعداء لأهل البيت وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية أكبر ناصبي هذا أيها الإخوة هذا عشى ومات يلعن عليا ويأمر بلعنه كما في الأحاديث الصحيحة ستأتيكم في السلسلة مخرجة يشكتون عنها أحاديث صحيح كثيرة غير واحد كثيرة هو وولاته نواصب الحافل بن كثير في البداية والنهاية إخواني وإخواتي يذكر أرجوزة عن بعض الأفاضل كما وصفه قال هذه أرجوزة لبعض الأفاضل ضمنها أسماء الخلفاء جميعا إلى وقته ولما جاء إلى خلفاء بن أمية قال هذا المرتجز وكلهم كان ناصبيا وكلهم كان ناصبيا كل خلفاء بن أمية اقرأوا البداية والنهاية نحن لا نقرأ أم لا تقرأ انتبهوا وكلهم كان ناصبيا حاش الإمام عمر التقية باستثناء بن عبد العزيز نواصب خلفاء وملوك بني أمية نواصب يتدينون ببغض ومعادات ولعن أهل بيت النبوة ونحن ندافع عنهم ونحبهم إلى اليوم ونتفقه بفقهم ونتلقى رواياتهم وعن من أجازوه وعن من أعطوه أشبعوه عجبا يا عجبا لهذه الأمة تعرفون كان من الذي كان على رأس الجيش الذي سيره عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه وعلى أبيه لقتال حسين وقتله واهل بيته عمر بن سعد ابن أبي وقاص الصحابي الجليل أيها الإخوة سبحان الله أخرج الله من صلبه هذه اللعنة المسمى بعمر بن سعد لعنة الله عليه الإمام العجلي يقول عمر بن سعد ابن أبي وقاص كذا كذا الزهري وهو الذي قاد الجيش الذي قتل الحسين ثقة علق يحلى بن معين قال يقتل الحسين وتقول ثقة ما التنقض هذا أحد المحدثين مرة حدث بحديث بإسنادي الجنون الأموي هذه الأمة جنة أمويا رعب نعمة رعب ما الخوف أيها الإخوة أحد المحدثين حدث بحديث فذكر وعن عمر بن سعد فقال له حط طلابه تحدث عن من قتل ابن بنت محمد يا شيخ أما تستحي من الله أما تخاف من الله فجعل يبكي وقال لا أعود لا أعود طحكوا علينا علماء الجرح والتعديل ثقة يقبل يا شيء لا يصدق هل هناك أعظم من قتل حسين يروى بالسنة عن عبد الله بن عمر بن العاص وكان جالسا في ظل الكعبة فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة فأقبل فأشار إليه فقال أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم أفضل من يمشي على وجه الأرض قال الآن هذا هو النبي قال هذا هذا حديث معروفة واضحة سيد شباب أهل الجنة الإمام إن قام وإن قعد إمام يقتله عمر بن سعد بماذا؟ بإمارة الري لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله أنا تمنت أن يقول له على الأقل لأقتلنك يعني يكون له بعض عذر بعض عذر ولا عذر ولا عذر والله ولكنه قال له لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن ندارك مش حتصير أمير على الري وعلى همدان وحاء أهدم لك بيتك بس فقال أنا تفكرت في أمري وأحب الري أترك الري قال والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني قال لا نرجع مأثومين بقتل حسين لعنت الله عليك لك النار لك النار أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله تابعي جليل في المنام قال رأيته في المنام فقال لي ايتي البراء ابن عازب صاحبي فقرأ عليه السلام مني وقل له من قتل الحسين فهو في النار كل قتلت الحسين في النار والعياذ بالله ما في كلام وأترك فقه أمية وحبت إيمان وحبت خردل هذا فقه الأمويين فقه الإرجاء الله قال ومن يقتل مؤمنا مش حسين ابن رسول مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعانه وأعد له عذابا عظيمة روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين والحديث طويل اجتزع منه بهذا الجزء المبارك أيها الإخوة النبي أمر بغزاء قال فخرجنا واصطففنا وصففنا الرجال ومن خلف الرجال أني سألمهم ثم غزونا وعدنا فأتى أحدهم فقال يا رسول الله استغفر لي الله غفر الله لك قال ماذا أحدث حدثها عمل لك مصيبا النبي قال له قال نعم يا رسول الله إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي فقال إنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله قالها تعوذا من الموت قال أنا شفت أنها تعوذا فقال النبي ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام هل لا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه قال قل كلا يا رسول الله لم أفعل قال أما إني لن أستغفر لك اذهب لم يستغفر له يقول عمران بن حسين فمات فدفنه أهله فأصبحوا فقد نبذته الأرض صحابي لمن جننون أيها الإخوة كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي 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 هذا صحابي أيضا أليس كذلك؟ أو مجاهد وغزى بأمر رسول الله قتل رجلا كافرا مشركا أسلم في لحظة بلسانه لا ندري كان ينبغى أن تكف عنه لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد ابن تيمية حبيب بني أمية عاشق بني أمية ينكر هذا والعلماء يثبتونه الطبران يثبته الذهبي يثبته الطبر يثبته أبو الحجاج المزي وهو أعلى من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي بمرات لا يقاس ابن تيمية بالمزي المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال أثبته يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين وسكين بنت الحسين من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي وسكين خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها حتى لا ترى رأس أبيها ورجل عزرق من عصابة يزيد لعنط الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول يا عمي المؤمنين هب لي هذه أريدها أن أنكح هذه سبيه هكذا فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام قالت كلا ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له قال كلا لو أردنا لفعلنا يزيد الملعون يقول قالت كلا والله إلا أن تخرج أنت وهو من ديني وديني أبي وجدي تخرج من دين محمد لأنك لست على دين محمد ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد يخي ما هذا الحقد كله ما هذا الحقد المجنون يا أخي حقد أبي سفيان على الرسول ومعاوي على علي ويزيد على الحسين أحب أن أعرف ما هذا الحقد أنا عارف أقسم بالله أنا عارف والأمور واضح عندي أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه والله الذي لا إله إلا هو إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا ولا حول ولا قوة إلا بالله يراد أن تأخذ بنت علي بنت فاطمة سبيا تنكى على أنها سبيا ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا لعنة الله عليه لعنة الله عليه ما هذا ما هذا وبعد هذا الذي حدث أيها الإخوة وبعد الذي هذا حدث رحمة الله على الإمام أبي عبد الله الحاكم جهارا عاقدين رسولا كما قتلكم والنبي ثبت عنه هذا وارد عنه هذا كما قتل يحيا كما قتل بني إسرائيل أنبياء هذه الأمة فشلت أن تقتل محمدا ليلة العقبة التبوكية فشلت والنبي أخبر بأسماء هؤلاء المنافقين الذين أرادوا قتله على كل ذكي وأريب أن يبحث وأن ينقر وأن ينقب وأن يفتش لكي يعرف على الأقل أسماء بعض هؤلاء الذين أرادوا قتل الرسول لا يتلعقبه اقرأوا صحيح مسلم واقرأوا الشروحات وكل ما كتب حتى تأخذوا فكرة عامة عن الموضوع الموضوع خطير خطير قال حذيفة أشهد أنهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد في صحيح مسلم هذا لا يقل لنا لا نعلم الحقائق أيها الإخوة نعم فاشلوا أن يقتلوا إيه النبي فقتلوا أخاه وقتلوا ابنه وقتلوا ابنه الله أكبر سمية نسلها أضحى كعدد الحصة وبنت رسول الله ليس لها نسلوه لكن لا أين نسل سمية اليوم لا نسل أين نسل يزيد ومعاوية لا نسل الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال وبموت هذا من أبناء يزيد انتهى ذرية يزيد وقطع الله عقبه أم يبقى أحد على وجه العرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان وأين نسل الحسن وأين نسل الحسين أنا أقول لكم في خمسة قارات العالم أو في خمس قارات العالم في خمسة أسقاع المعمور أيو الله في الهند والسند وفي العراق والشام وفي مصر والسودان وفي ليبيا والقدس في كل بلاد العالم وفي الحجازين أيها الإخوة نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله إنا أعطيناك الكوثر هذا هو الكوثر فلا تأسى لا تأسى أيها الشاعر المحب قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد وهذا نسل محمد قالوا وَكَأَنَّمَا بِكَ يَبْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ قَتَلُوا جِهَارًا عَاقِدِينَ رَسُولًا قَتَلُوكَ عَطْشَانًا وَلَمْ يَتَرَقَّبُوا فِي قَتْلِكَ التنزيل والتأويل الله أكبر قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية الماء فلا يعطي علي وجيشه في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه شيء هجب يا أخي وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني قسما بالله إلى اليوم الذين يحبون هؤلاء بني أمية أخلاقهم كبني أمية لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدزيل وحقد أسود والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة هم الشرف هم المجد هم الصدق هم الحق هم البر هم الطهر شيء عجيب يا أخواني